السلام عليكم ورحمة الله، أنا حسين الربيعي هذه سلسلة من الدروس لتعلم كيفية التعامل مع اليونيتي يو آي اليونيتي يو آي بمعنى أنه يمكنك أن تستخدم داخل اللعبة البوتون والتيكس والإميج والبروغرس بار رأيت أن أستخدمهن فيها لغة برمجية في برامج الهواتف تكون على سبيل مثال التحكم باللعبة تريد أن تتحكم على سبيل بوتون لديك بوتون تضغط عليه فورور لتتقدم اللاعب إلى الأمام ليس كبرنامج الحاسب يضغط مفتاح W لذلك تحتاج UI فإذن هذه سلسلة من الدروس ممكن تطبقها على اليونيتي 2D أو اليونيتي 3D إذا كنت لا تعرف أي شيء على اليونيتي فلابد عليك أن تذهب إلى قناة The New Bagdad هنا وتذهب إلى Playlist وتتعلم على اليونيتي 2D إذا كنت أرغب في تعلم اليونيتي 2D أو اليونيتي 3D الموجودة أيضا في القناة إذن يجب أن تأخذ هذه الدورة أم هذه الدورة قبل أن تبدأ بتعلم معي هذه السلسلة وإذا كنت لديك خبرة فليس له الدعاء أن تأخذ لك الدورات إذن هذه الدورة مبنية على أساس أن أنت أساسا تعرف في اليونيتي بالأقل تعرف كيف تحرك الأوبجكتات وهذه الأمور إذن نختار هنا من اليونيو أختار 2D أنا أدف حصائي وأكتب إيش يونيتي يو آي جيم هذا بمعنى أن نكون لعبة من اسمها يونيتي يو آي جيم نوعها 2D وأعمل أشغل طبعا كما قلنا هذا السلسلة من الدروس ممكن تطبقها على اليونيتي 2D أو يونيتي 3D تأكد أنت من الويندوز هنا تذهب إيش إلى اللايات وتختار تارز لأنه التارز هو الوضعية التي أنا أريدها في الوقت الحالي إذا نعمل معها لأنها أكثر متوافقة مع اليو آي الخاصة بالجيمز ومن هذه الأمور الآن أريد أن أجعلها أكثر توضيحة أريد أن أرى الفيو وأرى السينز معا إذا كدعني أسحبها وأضعها هنا ولكن الآن أوكي هذه القيم هنا أضع الأوبجيكتات الخاصة بي وهنا أضع دعني أحرك هذا أكثر حتى فقط أرهم الواجهة بشكل دير إذا هنا هذي مكان العمل خاص بي وهنا هذي مكان الاستعرار الآن لوجدت أن هذا الهايوركي الخاصة بي ممكن أضغط Great من هنا وممكن أضغط Great من هنا فمن هنا لوجدت اخترت UI وأردت أن أدرج أي شيء بالUI على سبيل المثال أردت أن أدرج بوتن فتلقائيا سوف يعمل لي إيش يضع لي بوتن هو ويضع لي Canvas Canvas إيش لو رجعتنا لي برق قليلا انظر هذه البوتن ترى أنه ال Canvas انظر هذا هو شكله كم هو كبير ال Canvas هو عبارة عن إطاهر خاص باللعبة في حين البوتن هو الزر الذي أنا وضعته هذا هو الزر البوتن الذي أنا وضعته الآن إذن هذا البوتن لديه خصائص حالة حال أي GameObject أي GameObject تحدثنا عنه في Unity 2D أو 3D يعامل معاملة البوتن أو الإمج أو أي شيء أو أي Unity UI Unity UI يعامل حالة حال أي GameObject وممكن تضع على Secret وممكن Lay properties تغير بها والكثير الكثير سوف نشرحها بمختلف الدوز هنا لديك شيء آخر اسمه Event System هذا هو أيضا تلقائيا يكون لك إياها مجرد تدرج أي أيزر أي Unity UI Event System هذا فكرت أن يصطنت على ال Event الخاصة بالSystem كـ Mouse Click, Mouse Move, Touch Screen هذا يصطنت عليهم فهذا يصطنت عليهم ويمررهم إلى السيستم الخاص بك وسوف نشرح لك في السلسلة كيف نتعامل مع هذه البيانات وسوف نشرح الكثير عن البوتن وما لذلك هذه الـ Canvas لو أضغط عليها Click Right ممكن أضع في داخلها بيانات أخرى إذا فقط أعسى مثال إذا أضع فيها Text View أو أضع فيها أي شيء أريد أضعها من هذه السلسلة أضع فيها Text الآن هذه الـ Canvas أصبحت فيها شيئين أصطعت فيها Image وأصبحت فيها Text وضغط في الكعدة Text أرى هذه هي الـ Text الخاصة بي طبعا لو نرى أنه الكاميرا المين كاميرا هنا أصغر من الـ Canvas الخاصة بينا الـ Canvas الخاصة بينا هذه الشكلة هي Out of Camera يعني خارج الكاميرا سوف نشرحها بالتفصيل بالسلسلة كيف نتحكم في الـ Canvas في الدرس القادم إذا نظر هذه الـ Unity UI هذه إيش؟ هذه الـ UI الخاصة بيك إذا فقط أريد أن تفهم الـ Hierarchy كيف يكون يعني أي شيء تكونه ينضع لك في داخل الـ Canvas إذا كان لديك تدرجة Object Object جديد إذا كان لديك الـ Canvas أساسا فهو لا يهتم إذا جرت على سمثال Image بكان لعرض الصورة لا يهتم هو يضحم كل مدخل الـ Canvas إذا لا يوجد Canvas أساسا هو يكون لي Canvas جديد يعني وجدت أنا هنا ولان جيت تدرج Image توقعيا سوف يكون لي Canvas خاصة بها يضحى إذا كل عملنا سوف يكون داخل الـ Canvas بس شكرا